في ظل استخاذ إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا شددت الحكومة الفلسطينية على تطبيق تدابير صحية صارمة تتمثل بمنع التجمعات التي تشكل بيئة حاضنة لنقل الفيروس وفي سياق آخر أعلنا في بيت لحم عن إقامة خدمة صلاة البركليسي في بستان الدير بكنيسة المهد للروم الأرثوذكس وذلك طوال فترة صوم العذراء المقدس مع عداء أيام السبت والأحد من جهة ثانية وتضامنا مع الأشقاء اللبنانيين الذين يواجهون معاناة شديدة بسبب تداعيات انفجار مرفأ بيروت فقد أطلقت شبيبة موطن يسوع للاتين في الأراضي المقدسة مبادرة بعنوان بالرجاء ننتصر حيث يتم بيع المسابح في جميع الكنائس المحلية وتحويل ريعها إلى الجهات المختصة في لبنان لمساعدة العائلات المنكوبة وإعادة إعمار الأحياء المدمرة ولطلب الرحمة لأولئك المنكوبين فقد أقيمت في كنيسة بيت لحم الصلوات والقدديس الإلهية تضرع فيها المؤمنون إلى الله أن يرحم الشهداء ويشفي المصابين طبعا تذكارا لوالدة الإله اللي نحن منحتفل في ظل الوضع الراهن نحن منحتفل في القداس رقاد والدة الإله وانتقالها إلى السماء وفي ظل الأوقات هاي اللي نحن منمر فيها طبعا في فترة الصيام صوم الأسبوعين طبعا تقريبا وفي خلال الأسبوعين هدول تقام الصلوات لرقاد والدة الإله مع الصيام المقدس وتضرعاتنا إلى والدة الإله في ظل الظروف الصعبة اللي بتعيشها العالم كله خصوصا لبنان اللي حدث اللي صار فيها من انفجارات والألم الصعب اللي حل بأهلها تقام طبعا القداديس والجنانيز لتذكار للشهداء الذين سقطوا في بيروت ودائما في صلواتنا وفي أدعيتنا من كنيسة المهد إلى لبنان الشقيق ومش بس فقط للبنان الشقيق طبعا كمان الصلوات والقداديس تقام لجميع العالم المتألم اللي عايش في ظل الظروف صعبة في مرض في اتهاضات في ألام اللي عايشين طبعا بالسجون الأسرة كل الناس اللي بتعاني من وضع اقتصادي صعب وضع سياسي احنا منصلي لهم من كنيسة المهد ومنرفع أدعيتنا للرب الإله العلي القدير حتى يعم السلام المحبة الأمن والأمان لحتى ترجع لبلادنا وللعالم أجمل